في هذا الفيديو إن شاء الله بيكون شرح لشيت 4 طبعاً الكود موجود ومكتوب لكن راح نفهم إيش المطلوب من هذا اللي يعمل أولاً نحن نبدأ من الكلاسات اللي فيها وراثة ثم ننتقل إلى الكلاسات اللي فيها Composition عندي هنا علي صار فيه كلاس Abstract Ticket Class ولو نلاحظ أنه Class Ticket مكوّم من Two Sub Classes في Boss Ticket وفي Airline Ticket المطلوب أن نحن ننشأ Ticket هذا Abstract بحيث أن نستطيع إنشاء Two Types of Tickets بيكون عندنا يما Boss Tickets أو Airline Tickets كل التickets هذي اللي في السبكلاسات راح يريثون الأتريبيوتز الموجودة هنا وأيضاً المثلز الموجودة هنا وكل واحد من السبكلاسات فيه له أتريبيوتز خاصة فيه البوس له Distance والأيرلاين تيكت له Company Name وموضح لي في التفاصيل تحت إيش تعني هذه الأشياء وأيضاً في عندنا هنا أحد المتطلبات إن المثل اللي اسمها Set Total Price هذه إنها تكون Abstract Method راح تكون أيضاً موجودة في السبكلاس هنا وأيضاً موجودة في السبكلاس هنا فهي ليست Set عادية إنما Abstract Method راح يكون لها عمليات حسابية حسب الشروط والموضحة في الأسفل عندنا هنا Travel Agency Travel Agency اللي هو المكتب يحتوي على عدة Tickets فكل Ticket طبعاً إحنا لا نستطيع إنشاء Ticket من الكلاس Abstract فرح يكون عندنا Ticket من أيرلاين ومن البوس راح نعبيهم هنا في الأري اللي اسمه Issues طبعاً هنا موضح لي كل التفاصيل المفترضونكم إنكم تقرأوا التفاصيل هذه كاملة وتحلون الكويت حسب فهمكم بعد ما تخلصون ترجعون تشوفون الحل اللي أنا سويته فقط عشان تتأكدون إذا حلكم صحيح أو لا فأتمنى فعلاً أنتم تبدون الكلاس مو صعب أبداً الشيط كله مو صعب سهل جداً وموضح بالتفاصيل كل مثل إيش تسوي حتى السترز وقترز وموضح إيش تسويون فاللي بيمشي خطوة بخطوة إن شاء الله بيحل الحل صحيح فأتمنى أنكم تحلونا هنا بعدين عندنا في المتطلبات هنا في التست كلاس فاللي أبغى منكم قبل تشوفون الشرح أنكم بس تطبقون جميع المتطلبات الموجودة هنا الكلاسز والمثل والأتريبيوتز بعد كده ننتقل بعد ما تخلصون إلى الحل طبعاً الحل نبوريكم بس أبرز الأشياء اللي سويناها أما الباقي كلها سيترز وقترز وكونستركترز هنا في الكلاس طبعاً ما عليكم أيضاً من الباكيج هذه أنا أضيفها فقط لتوزيع الملفات عندي عندنا الكلاس تيكتر أبرز شيء هنا نقول لنا أبستركت ثم أضفنا فيه البروتكتر أتريبيوتز ثم أضفنا فيه الكنستركتر اللي هو نسوي ناخذ البراميترز ونعبيها في الأتريبيوتز ثم عندنا هنا الأبستركت سيت توتال برايس طبعاً الأبستركت مثل ما لها بادي وإجباري أنها تكون موروثة في السبكلاسز ثم بعد ذلك عندنا سيترز وغيترز عادية وعندنا string أو to string method رجعنا فورمات معين لجميع الأتريبيوتز في هذا الكلاس الآن ننتقل إلى البوست تيكتر البوست تيكتر أيضاً بسيط أبرز شيء عندي هنا الاكستنز من التيكتر لأنه عملية وراثة أضفنا الديستنز هنا خلينا private في عندنا هنا الكنستركتر أهم شيء سونا استدعاء للسوبر البراميتر اللي يستقبلها السوبر اللي هو هنا موجودة في التيكت كونستركتر رح نستقبلها هنا مع عادة ذلك رح نعبيه هنا فقط داخل الكنستركتر اللي هو الديستنز طبعاً هنا استدعينا الست توتل والسبب أن كل مرة رحنا ننشئ object من البوست تيكت رح نستدعي الست توتل اللي هي الابستركت مثل هذا شو تسوي هو شيء احنا ورثناها عشان كده كتبنا add override ايش بتسوي هذي فقط تحسب لي عمليات سعر التيكت بطريقة محددة أننا ناخذ distance ونضربه في صورة فاصلة خمسة نضيف عليه خمسين في عندنا نعيم التيكت طبعا standard و premier هذي كله موضحه في التفاصيل فهذا بيكون طريقة الحل فهي if statement فقط نقارن class of service طبعاً هذا موروث من هنا class of service موروث لأن protected وصاب بإمكاني أني أستخدم مباشرة بدون الحاجة أني أستدعي super أو getters و setters نسوي ذات equals لأننا نقارن مع الكلمة هذي هل هو standard ولا premiere بعد كده نحسب بهذا العمل يحسب الtoString مثل عندي رح نستدعي super ونضيف عليها distance بعد كده ننتقل airline ticket قالي airline عندي نوعين عشان كده قال لي company name ممكن يكون flyness وممكن يكون السعودية عندي هنا constructor نرسل القيمة للsuper class الparameters هذه والباقي نسنة هنا اللي هو company name ثم نستدعي set total عشان تحسب العمليات حسابية set total طبعاً هذه موروث اللي هي abstract method في عندي حالتين إذا كان class of service economy أو كان business أيضاً يختلف السعر إذا كانت company name أيضاً هذا موروث لأنها protected عفواً company name هذا ليس موروث بل هو تم تعريفة هنا داخل الclass هذا اللي هو airline ticket فنشوف هل هي flyness أو سعودية وكل واحدة لها total price خاص فيها فلاحظوا أننا استخدمنا أيضاً total price هنا لأنها موروث استخدمنا استخدمنا مباشرة بدون حاجة إلى استخدام getters والsetters في حالة أنه كان class service business نفس الشي رح يشيك هل هو flyness أو السعودية وأستندنا لهذه الأسعار التوسترينغ مثل نفس الشي استدعينا super two string وأضفنا إليها string اللي هو company name في عندنا بس شي بسيط هنا اللي هو copy constructor أنا أضفته هنا وأضفته أيضاً في post ticket copy constructor هذا ليس من ضمن المتطلبات في UML لكن نحن نضيف ليش لأنه يسهل علينا عملية الآذ في الcomposition نحن ناخذ object كامل ونرسل القيم هذه b.name b.departure d.destination كلها نلسلها إلى super وناخذ b.distance ونسندها إلى this.distance بعدين نستدعي set total price راح الحين ننتقل إلى travel agency class اللي هو راح يكون فيه array of tickets اللي هو issues اسمه نعرف فيه number of tickets هذا بيكون counter تبعنا راح أوضح الحين اللي يبغي يستخدم طريقة ال-add بدون الحاجة إلى استخدام copy constructor كيف يقدر يسويها أول شي عرفنا ال-constructor هذا travel agency ياخذ size تبع array object راح نشيك ال-array تبعنا ما زال لسه ما أمتلى ثم نشيك على النوع تبع ticket هل هو airline ولا bus ticket فهين عندي f-state منت عشان نشيك على class نوع class تبع هذه ticket لأن ticket هو super class وأنا عندي نوعين من tickets راح استقبلهم لأن ما أقدر أنشأ object من ticket لأن abstract فطبيعي أنواع ticket سي بتكون عندي أما airline ticket لأن subclasses فأنا بجي شيء هل t هذا instance of airline ticket إذا كان فعلا instance of airline ticket فبجي هنا أقول الأشياء خانة النمو of tickets يساوي new airline ticket هنا في هذه الحالة أنا رسلت ال-object هذا اللي اسم t لكن مع down casting لأن type هنا ticket بس أنا قلت لا لا إحنا نبغى نعبي ال-ray تابعنا في هذا الحالة بال-t لكن نبغى نغير type بحيث أن يكون airline ticket بدلا عن ticket super class طيب أنا ليش سويت هذه العملية عشان في بعض المثل وفي بعض ال-attributes الموجودة في airline ticket ما نقدر نستخدمها إلا إذا سونا down casting ففي الأفضل أن نسوي down casting الموضوع الثاني هنا إذا إحنا الحين إحنا استخدمنا copy constructor لأن أنا أرسلت object لل-airline ticket class ال-object هذا رح نستقبل ه رح نستقبل ه في copy constructor هذا بس إذا يبغى أحد فيكم يحل ها بطريقة ثانية غير copy constructor المفترض إن إيش يسوي إذا يبغى يستخدم ال-constructor هذا العادي لفوق فلابد أن يرسل كل القيم واحد واحد يعني يجي هنا يقول t.name ثم يمشي بالترتيب عليهم ما في مشكلة فتقدرون تسوي الطريقتين كلها صحيحة نفس الشي بالنسبة إذا كان elseft instance of bus ticket سوينا downcasting إلى bus ticket بحيث نعبي ال-array تبعنا بال-type bus ticket بدلا من أن يكون supertype لهو ticket فهذه مثل الآد بعدين عندنا cancel reservation هذي مفترض نحذف العنصر الموجد في ال-index هذا فعوش شيء إن ال-index هذا هل هو أكبر من size تبعنا أو number of tickets تبعنا ولا لا إذا كان لا فنسوي for loop نلف على العناصر الموجودة ابتداء من خانة ال-index يعني إذا أنا عندي 10 tickets وأبغى أبدأ أو أحذف ticket الموجود في خانة ثلاثة فمعنى رح أبدأ من خانة ثلاثة وأسوي shifting من خانة ثلاثة إلى الأخير أسوي shifting أبدأ من خانة ثلاثة اللي هي i حاليا أبغى أتسوي خانة أربعة اللي هو i زايد 1 وأبدأ ألف فأسوي shifting لحد ما أوصل لآخر عنصر بعد كذا بأجي الآخر عنصر أقول issues number of tickets minus 1 أبخلي يساوي 0 كذا أنا خليت آخر ticket عندي يساوي 0 لأن أنا قليت من اليمين لليسار فجيت وخليت يساوي 0 بعد قليت عدد tickets عندي خليت minus minus بعد كذا في عندي مثل اسمها all tickets هذه تاخذ company name مثلا تسترجع لي array كامل فمثلا لو أخذنا هنا fly nas راح تسترجع لي جميع tickets لfly nas تحفظ في هذا array ونسترجع ها فأول شي سونا هنا داخل عرفنا array من نوع ticket اسم new array خلينا size 7 نفس size الحالي اللي هو نوع of tickets array الثاني ثم for loop يبدأ من الصغر إلى الأخير إيش نسوي داخل نبغى نشيك على array تابعا issue بس سونا downcasting لأن نحن نبغى نشيك فقط على airline ticket لأن airline ticket فيها مثل داخل اسمها get company name والcompany name هذا موجود فقط في airline ticket عشان كذا عشان نحن نستخدم الget هذه لابد نحن نسوي downcasting ففعلا نسوي downcasting عشان نقدر نستخدم get company name لو شلنا الcasting هذا وget company name بيعطيني error والسبب ان الاشيوز هذا نوع ticket ولو رحنا لclass ticket ما في مثل اسمها get company name فاحنا لازم نسوي downcasting عشان نقدر نستخدم get company name ونقارن هل يتساوي company name اللي جاني في البراميتر هنا ولا لا اذا فعلا هو مساوي اذا كان الobject في الخانة i مساوي get name مساوي للname اللي جاني في البراميتر فانا باخذ هذا الobject وبحط ه في الarray الجديد بعدين نقول index plus plus بعد كذا بعد ما نعبي الarray كامل تخلص الفورلوب نرجع هذا الarray تمام اخر شي هنا عندنا مثلا اسم display اول شي رح تطبع لي عدد ticket موجود عندي اللي هو counter ثم تطبع لي كل ticket فاحنا باستخدام الarray تبعنا object object بيروح لل two string الموجود في اذا كان object من post ticket بيروح لل two string الموجود في اخر كلاس عندنا اللي هو test class موضحنا هنا النقاط قال لي اوش create travel agency object called the which can hold maximum of 20 tickets ففعلا انشأنا object من travel agency وخلينا size 20 فارسلنا لحنا عدد maximum tickets ارسلنا لعشرين b1 وارسلنا له هذه القيم ثم انشأنا three tickets كلها airline tickets وعبنا بهذا القيم لو لاحظنا عندي هنا ثنتين سودية واحد fly nas بعد كذا قال لي انه بغن ضيف هذه tickets فسوينا f statement add tayar add reservation b1 او شي ضفنا b1 طبعا هنا ليش سوينا بهذا الطريقة لأنه هو بيرجع لي هنا يام true بدخل وضيف اللي بعد ه ثم إذا كلها صار true بجأت بعد the ticket was as successful بس لو مثلا حاول يدخل هذي رجع false ليش رجع false لأن logina هنا ممكن يرجع false في أي حالة ممكن يرجع false في حالة أن number of tickets أكبر من size تبعنا هذه الحالة رجع false إذا كان number of tickets أكبر من size 7 الر رأي معنا أصلا خلاص الرأي تبعنا ما نقدر نعبي بأي object لأن already full في هذه الحالة لو جاء هنا رجع لي false إحنا خلاص ما يحتاج أن نجرب على الباقي لأن already الأول false إذا كانت الأول false ندخل للألس نقول the ticket was not added النقطة الثالثة display all the tickets that issued by the agency فكل بساطة بس gno all tickets استدعين المثل اللي اسم ها display و راح تلف لي على كل الأبجيك الموجود في الأرية تبعنا بعدين cancer reservation number 1 which has index 0 ف استدعين الأبجيك cancer reservation or arsenal 0 وهذه اللي بتسوي shifting وتحذف لي العنصر الموجود في index 0 اللي هو مفسر ذو post ticket طبعاً لو ما تمت إضافة بشكل صحيح بيقول that ticket was not found النقطة الخامسة قال لي get all tickets that belong to saudi airlines and print all their information فهنا راح نستدعي أو شي عرفنا array من ticket سمينا 80 قلنا التيار dot all tickets للسعودية فالمفترض أنه هذا المثل ترجع لي array يحتاج على جميع التكت للخطوط السعودية بعدين جيت هنا طبع جملة all tickets that belong to saudi airlines for loop يبدأ من 0 إلى 80 length 80 length هذا اللي هو size اللي بيرجع لهذا array بعدين if statement إذا كان 80 length لا يساوي تابعة للسعودية airlines بعدين النقطة الأخيرة سنستخدم display مثل من جديد طبعا هذا بعد عملية الحذف اللي سويناها لما نجي نسوي رن الحين ونشوف أي شي طلع معنا الoutput في هذه الحالة أول شي طبعا قال لي tickets added successfully بعدين all tickets number of tickets 4 فعلا نحن أضفنا 4 tickets هذه ticket الأولى لو اللحظة التفاصيل اللي فيها اسم علي نور علي الرياض إلى جدة تاريخ وستاندرد والسعر حسبناه 350 وهذا distance اللي هو تبع الباص بعدين في عندي هذا الأول طبعا بعدين عندي الثاني هنا كل واحد له تفاصيل هذا من ثالث من السعودية بعدين الرابع أيضا من خطوط السعودية بعدين هنا قال لي المفترض من عندي ثنتين فنجي هنا نشوف هذه الأولى الخطوط السعودية وهذه أيضا الثانية الخطوط السعودية فقط طبع لي التكت التابع الخطوط السعودية بعدين نطبع التكت من جديد صار عدد ثلاث اللي حذفنا واحد طبعا حذفنا الباص اللي هو في البداية الباص تكت فصار باقي عندي الأولى اللي هي FlyNAS الثانية اللي هي الخطوط السعودية والثالثة أيضا اللي هي الخطوط السعودية إلى هنا نكون احنا شرحنا sheet4 كاملا